أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في عين على فلسطين والليلة الحلق 117 وسنتحدث عن الموسيقار الفلسطيني غاوي ميشيل غاوي غاوي ميشيل غاوي هو موسيقي فلسطيني وأحد مؤسسي كلية الفنون في جامعة النجاح الوطنية وعميدها السابق كما كان عضوا في لجنة التحكيم برنامج نيوستار الذي قدمته فضائية معا في الفترة ما بين 2010 و2015 ولد غاوي في 26 1950 في مدينة الناصرة حصل على دبلوم الموسيقى عام 1970 ثم حصل على ماجستير قيادة الكونزرفتوار الوطني من جامعة صوفيا في بلغاريا عام 1977 كما حصل على درجة الدكتوراه في الموسيقى تخصص قيادة الجوقات من الكونزرفتوار الوطني بصوفيا أيضا عام 1981 عاش في مدينة ليل في فرنسا ودرس فيها طريقة العلاج الصوت اللغوي فيربوتون المفد بالإضافة إلى العربية أتقن اللغات التالية العبرية والبلغارية والفرنسية عمل منذ تخرجه أستاذا مساعدا بجامعة النجاح في نابلس كما أصبح أول رئيس قسم لقسم الفنون منذ تأسيسه بكلية الآداب عام 1982 وشارك عام 1983 مع مجموعة من الأكاديميين والفنانين الفلسطينيين في تأسيس أول قسم أكاديمي في الجامعات الفلسطينية للفنون الجميلة حيث كان القسم يمنح شهارة البكالوريوس في تخصص الفنون التشكيلية والعلوم الموسيقية ثم شارك عام 1993 في تأسيس كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية وكان عميدا لها في الفترة ما بين 1994 حتى عام 2002 وأصبح عميدا لها مرة أخرى في الفترة من 2013 حتى 2020 حتى أعفي منها في 22 يوليو 2020 نظرا لوضعه الصحي عمل غاوي أيضا في مجال علوم الصوتيات وعلاج النطق والسمع والتأتأ وزاهم بتأسيس برنامج قسم النطق والسمع والنطق في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في عام 1996 أقام مهرجان سباستي الدولي للفنون واستضاف المهرجان العديد من عروض الرقص والموسيقى من ثقافات مختلفة حول العالم لمدة أربع سنوات حتى توقفه عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الثانية له العديد من الأعمال الموسيقية منها ملحمة كفر قاسم وأنا من هذه المدينة كما لحن أشعارا لمحمود درويش وتوفيق زياد وغيرهم وكان عضوا في لجنة تحكيم عدد من البرامج الموسيقية والغنائية مثل برنامج نيوستار وبرنامج سمعنا صوتك انقسم إنتاج غاوي الموسيقي بين بعض أعمال الأوركسترالية منها عمل يحمل اسم مسيرة الشيخ وعمل سيمفوني بعنوان جولة في أحياء الناصرة ساهم أيضا في تلحين أعمال غنائية لعدد من الشعراء مثل نشيد أنا من هذه المدينة من كلمات الشاعر توفيق زياد والثلاثاء الأحمر من شعر إبراهيم طوقان ونشيد حطه في كف القيد ونشيد أهوان ألف مرة للشاعر توفيق زياد وغيرهم له مساهمات أيضا في تلحين بعض الملاحم مثل ملحمة كفر قاسم من أشعار توفيق زياد وتشتمل الملحمة على قطع ملحنة تلحينا كاملا ومقاطع أخرى أقرب إلى الريستاتيف وملحمة غربة من شعر الشاعر جمال قعوار توفي الأسبوع الماضي غاوي غاوي صباح يوم الاثنين سبعة وعشرين يوليو 2020 عن عمر الناهزة تسعة وستين عاما وجاء ذلك إثر مضل مرض عضا رحم الله غاوي غاوي وشكرا لكم